النهاردة القائمة اكتملت منتخبنا بالكامل أدى تدريباته استعداداً لمواجهتين موريتانيا بإذن الله نكسب المواجهتين نبقى ان شاء الله بيجلينا في كأس الأمم الأفريقية والأمور ان شاء الله سهلة ومتيسرة وبسيطة المهم نقدي بشكل كويس نقدي ونلعب لعبنا والأمور كلها حل وصلاح موجود النهاردة مصطفى محمد مرموش تريزي جي عبد المنعم الكل النهاردة موجود بالإضافة طبعاً لمحمود صابر حمود صابر كان دخل القائمة بدلاً من دونجا اللي عنده إصابة عضلية عنده إصابة في العضلة الخلفية هيغيب عن المباراة الأولى وممكن يلحق التانية ان شاء الله الأمور تبقى جيدة ان شاء الله الأمور تبقى كويسة وفي نقطة بس هتكلم فيها في القصة دي باختصار شديد كل الدعم للكابتل حسام حسن احنا نقعد ندردش ونتكلم ونحب الكورة ونتكلم في الكورة والله ده كان حلو كان المفوض يخش والله ده ما كانش لازم يخش نقعد ندردش بس الكلام اللي هو من نوعية لا 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 كابتل حسام حسن هيورطنا كابتل حسام حسن مش فاهم كويس كابتل حسام حسن مش عارف كويس مفيش الكلام ده أولاً هو حتى هذه اللحظة الناجح نجاح باهل في التصفيرات كاس العالم وتصفيرات كاس الأهم الأفريقية كابتل حسام حسن أصلاً هو أسطورة كلاعب ورائع كمدرد فكل الأمور براحتك براحت الكابتل حسام حسن يعمل اللي هو عايزه أدام بننجح ونقعد احنا بقى ندردش يا عمي فين عبدالله سيئة كان فلان ده أحلى طيب والله ده كان مش عارف ممكن اقعد تكلم براحتك بس ما تتهمش راجل ناجح في شغله ويسيبه يفكر زي ما هو عايز وان شاء الله معاه نشوف نجاحات باهلة بإذن الله اشتركوا في القناة